أكثر من سبعين قانون تركتها الدورات النيابية السابقة هي تركة ثقيلة لربما ستجهد عمل البرلمان القادم لكن لابد من إقرارها وجعلها من الأولويات لالتماسها بصورة مباشرة بحياة مواطنة تفعيل القوانين من عطى التقاعد من عطى الضمان الاجتماعي من عطى حقوق الرعاية الاجتماعية كثير الصحة التربية التعليم يعني تلاحظ الفترات الأخيرة أنه المواطن العراقي والدكتوراه والعالم الفيزيائي قاعد يبيع مي فأهلك والبلد من مرحلة إلى مرحلة أسوأ لما تخص المواطن العادي اللي تفيد الناس الفقراء طبقات اللي دون مستوى الوسط أو مادون يعطلوهم نحن ندعوهم أنه يبقى على هالناس أسباب التعطيل كثيرة فمنها ما كان يتعارض مع مصلحة الأحزاب أو الكيانات السياسية ومنها ما إن قر فإنه لن يدر بالفائد على عدد من النواب ناهيك عن ضعف عمل اللجان النيابية التي أخرت إقرار قوانين مهمة تأخير الكثير من القوانين اللي على صلة الحياة المواطن اللي يتمس حياة المواطن طب صورة عامة على العكس نشوفهم القوانين قد تكون تمس شخصهم يسرعون في أقرارها أمل كبير علقه المواطن العراقي بالدورة النيابية المقبلة لما مثلته هذه الانتخابات من انبثاق إيجابي تمثل بطرد الأحزاب التقليدية وتحجيم دور عدد كبير منها من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة